مساء الخير يعطيكم العافية ان شاء الله اليوم رح نبدأ بشرح المحاضرة الثانية من مادة الهيستولوجي ورح نبدأ بشرح الابثيليال تيشيو طبعا مثل ما حكينا المرة الماضية احنا عنا بجسم الانسان اربع انواع رئيسية من الانسجة The main type of the body tissues are ابثيليال تيشيو يلي هو وظيفته الاساسية بتكون Cover outside the body and lines the organ Connective tissue يلي هو بيقوم باكثر الانسجة شيوعا بالجسم وظيفته pint and support other tissue Pint and support other tissue في عنا المسكيلر تيشيو يلي هو بيتكون من عبارة عن long cell cold muscle بيحدث الها انقباض وانبساط استجابة طبعا للتأثيرات العصبية والنروس تيشيو يلي هو transmission of nerve impulse طيب خلينا نبدأ A tissue is a collection of cells with a common embryologic origin that function together to perform a specialized activity طبعا مثل ما حكينا المرة الماضية اللي هي التيشيو عبارة عن مجموعة من خلايا مجموعة تيشيو بتعطيني organs ومجموعة organs بتعطيني systems التيشيو اللي هي عبارة عن cells بتكون اصولها من اثناء الحمل تكونت في جسم الانسان بتترابط مع بعض لحتى تؤدي الي وظيفة معينة بالإضافة الى انها بتحتوي على الاكسترا سليور ماتريكس هون extra يعني بيكون outside اما الانترا اللي هو بيكون inside الانتر بتكون between هاي مصطلحات لازم نكون فاهمينها طيب التيشيو بتختلف فيما بينها البعض من ناحية التركيب من ناحية cells المكونة لها ومن ناحية كمية الاكسترا سليور ماتريكس اللي بتكون موجودة فيها بالإضافة الى الفنكشن اللي بيؤديها كل نسيج خلينا نشوف النيرفوس تيشيو النيرفوس تيشيو have intertwining elongated process طبعا يعني بتكون متشابكة عشان يتم نقل السيالات العصبية الابيثيريال تيشيو aggregated polyhydral cell طيب ايش يعني ال polyhydral polyhydral يعني 3D geometric shape with a several face يعني بتعطيني خلايا ب3D متعددة الأشكال متعددة الأشكال بالنسبة المسكولر تيشيو اللي هو contractile cell خلايا انقباضية اما ال connective tissue several type fixed and wandering cell amount of the extra cellular matrix طبعا بالنيرفوس تيشيو بتكون various more قليلة جدا كمية ال extra cellular matrix اهلا ايشي بتكون بالconnective tissue بعدها بتكون moderate يعني متعددة لنوعا ما بالمسكولر تيشيو بالابيثيريال تيشيو بتكون قليلة برضه main function مثل ما حكيت بالبداية transmission of a nerve impulse lining and secretion اللي هي الافرازات muscular tissue بالموفمينت والsupport اللي هو وظيفة ال connective tissue طيب هلا اللي بيثير يلتشيو له 6 characteristics رئيسيات رح ندرسهم 1 2 3 4 5 6 سهلين بس بدهم تركيز لانه هاي الاسئلة كتير بيجي عليها بالامتحانات خلينا نبدأ باول واحدة it is cover surfaces or lines cavity طبعا مثل ما حكيان اللي هو بيغطي التجاويف المختلفة في انحاء الجسم as a result it is in contact with another medium air of a fluid طبعا بيكون مواجه اللي طبقة الابيثيليون مثلا هام بيكون عندي fluid سواء extra cellular matrix extra cellular matrix هام بيكون عندي طبقة الابيثيليون بتكون مواجهة للهواء او بتكون مواجهة للفلويد which means that it is exposed to foreign bodies and chemical بتكون معرضة للاجسام الغريبة بتكون معرضة لمواد الكيميائي to endure this adverse condition the epithelium has a rapid turnover طيب ايش يعني ال rapid turnover rapid turnover يعني الخلية منذ تكوينها الى وفاتها بيكون مدة قصيرة يعني مثلا خلايا جدار المعدة من 3 الى 4 ايام بتتجدد برضو خلايا البشرة من 3 الى 4 اسابيع بتتجدد اللي هي بتكون time from part till the death of the cell هذا المصطلح مهم كتعريف ننتبه له it is form of sheet of closely picked cells as a result the cells assume polyhydral shape مثل ما حكينا ال polyhydral shape اللي هي 3D geometric shape with a cerebral face مثل columnar مثل cupodial وغيرها من الاشكال اللي رح ندرسهم بالتفصيل يعني بتاخد عدة اشكال مختلفة بتكون مترصة مع بعضها البعض سواء كانت على شكل مربع ممكن تكون برضو على شكل مستطيل تكون مترصة فيما بينها the cells are polar ايش يعني polar يعني انو الخلايا بتكون مشحونة بشحنة مثل ما حكينا المرة الماضية لما بدي اعمل staining للخلايا بتكون polar اما بتكون مكونات الخلية بشحنة موجبة او سواء كانت بشحنة سالبة and are connected with each other and with the underlying tissue by various types of the complexes طبعا هلا خلايا الابثيليوم tissue بتكون متماسكة مع بعضها البعض برضو بتكون متماسكة بالطبقات يلي تحتها يعني هون انا عندي طبقة ابثيليوم tissue تحتها هون في عندي البيزل ميبرين بيفصل عن الconnective tissue يعني خلايا الابثيليوم tissue بتتلاصق فيما بينها برضو بتتلاصق مع الطبقات الاخرى عن طريق various types of the complexes يلي رح ندرسهم برضو خلال الشابتر هذا ان شاء الله the epithelium resists open a sheet of extra cellular matrix called basal lamina طبعا طبقة الابثيليوم tissue هاي خلايا الابثيليوم tissue بتكون مترصة مع بعض بتكون مستندة على البيزل lamina بيفصلها عن الconnective tissue هون بيكون عندي الconnective tissue طبعا طبقة الابثيليوم بتكون مواجهة للفلويد والاير ابثيليا have a layer of connective tissue under them for example lamina properia of the gastrointestinal tract and deter mass of the skin طبعا هلا طبقة الconnective tissue بكل موقع بالجسم بيكون لها اسم خاص فيها مثلا بالامعة بيكون اسمها lamina properia بالجلد بيكون اسمها الديرمس ابثيليا tissue are a vasicular ايش يعني a vasicular a يعني none او no يعني ما فيها اوعية دموية طبعا ما فيها اوعية دموية يعني ما رح يوصلها غداء من نفسها بس لازم يكون مصدر يغديها عشان تتجدد هاي الخلايا عشان تقدر تقوم بالوظائف يلي انشئت من اجلها take it is by diffusion from underlining vasicular tissue طبعا بتتغذى من خلال طبقة البيزة اللامنا اللي موجودة تحتها هون لو نحض بالمايكروسكوب الخلايا تحت المجهر هاي طبقة الابثيليوم بتكون مواجهة للفلويد برضو من هون بيكون عندي فلويد برضو بيكون طبقة الابثيليوم ولكن هون طبقة الكنيكتف تيشيو هون بالغاسترو انتستال ترك بيكون اسمها لامنا بروبيريا ولكن هون في طبقة الجلد هاي الطبقة عند اللي هي الابثيليوم وهون طبقة الكنيكتف تيشيو بيفصله عن بعض بالبيزة اللامنا هون الكنيكتف تيشيو بيكون اسمها بخلايا الجلد ابيديرماس ببط الكنيكتف تيشيو بيكون اسمه الديرماس هلا رح نشوف بشكل سريع function of epithelial tissue اول اشي lining covering and protection هي بتعمل على حماية lining برضو بتغطيلي بتغلف معظم اعضاء الجسم المختلفة مثل المعدة مثلا مثل امعاء وغيروها من الاشياء اللي رح ندرسوا من شاء الله secretion افرازات epithelium of stomach and gland تكون افرازات من الغدد من المعدة الabsorption اللي هي الامتصاص كما يحدث فيه جدار الامعاء والcontraction اللي هو الانقباض بيحدث بالمي epithelial cells هاد المصطلح مهم لازم نركز عليه طبعا بس نلاحظ انه epithelial tissue ما بيقدم support لانه اصلا هو بده اشي يدعمه اللي هو عن طريق ايش الpeysal lamina اللي هي اللي بتدعم لنا الpeysal lamina and pacement membrane الpeysal lamina اللي هي حكينا is a sheet of extra cellular matrix located under the epithelium حكينا ها بيكون عندي طبقة الابيتيليوم ها بيكون عندي الpeysal lamina اللي هي طبقة جدا جدا رقيقة it is very thin and can only seen by electron microscope ما بقدر اشوفها الا بالمجهر الالكترون لانها جدا جدا حجمها صغير بيزمنت ميمبران is a much thicker structure seen by a light microscope هي بتكون اسمك شوي هاي البايزمنت ميمبران بيتكون من اشيين رئيسيين الpeysal lamina والرتكولار lamina الpeysal lamina اللي هي انا ما بقدر اشوفها طبعا مثل ما حكينا الا بالالكترون مايكروسكوب بس البايزمنت ميمبران بقدر اشوفها باللايت ميكروسكوب بتتكون من الpeysal lamina and reticular lamina the reticular lamina is the upper reticular fiber rich غنية بالفايبر بتكون part of the connective tissue وهي جزء بتكون تابعة ال connective tissue that usually located under the epithelium عادة بتكون تحت تحت ال epithelium طيب لو نلاحظ هون بهاي بصورة المايكروسكوب بالالكترون مايكروسكوب هون بالرسمة بالرسمة ايه انا بشوف reticular fiber بشوف الpeysal lamina بس هون باللايت ميكروسكوب بيكون انها ظاهر بالابيض اللي هي باللايت ميكروسكوب يماز الشودع البايزمنت ميمبران اللي هو بتكون من الpeysal lamina ويبيتكون من الريتوكولر lamina function of peysal lamina هلأ رح ناخد وظيفة الpeysal lamina اللي بتستند عليها ال epithelium tissue اللي هي provide structure support طبعا اكيد هي المسؤولة عن تقديم الدعم لل epithelium tissue بتستند عليها ال epithelium tissue بتقدم الها الدعم بتقدم الها المواد الغذائية اللي بتحتاجها help in filtering of substances that pass through بتعمل على فلترة المواد بيعتمد طبعا فلترة المواد بناء على number and size وذول بناء على حجم الثقوب وعدد هاي اللي موجودة بالpeysal lamina affect cell proliferation differentiation and migration طبعا بتؤثر على تكاثر الخلية انقسامها وانتقالها وغيرها من الامور اللي بتخص الخلايا important for cell repair as a repair of nerve fiber and neuromuscular junction هلا راح نشوف type of epithelium طبعا ال epithelium divide into two generic group ينقسم الى مجموعتين رئيسيتين lining or covering epithelium اللي هي بت هاي وظيفتها طبعا بتكون اللي هي protection بتغلف الاعضاء المختلفة من جسم الانسان بتعمل على حمايتها مثل طبقة الجلد الخارجي هلا طبقة الجلد الخارجية الملامسة لسطح الهواء وظيفتها حماية البشرة من المؤثرات الخارجية اللي بتتعرض لها او glandular epithelium اللي هي main function is secretion مهمتها الاساسية بتكون الافراز لكن عندي حالتين شادات some lining epithelium مثل secret ممكن بعض ال lining epithelium تعمل على الافراز خاصة الموجودة بال stomach and some glandular cells بعض ال glandular cells موجودة بين lining epithelium موجودة بيناتهم like a globate cells of a small instant للامعاء الدقيقة lining هلا رح نبدأ بالجروب الاول اللي هو lining or recovering epithelium طبعا بناءا على عدد الطبقات بتقسم الى طبقتين بتقسم الى نوعين simple والstratified اللي هي بتكون طبقتين فاكتر اما السمبل بتكون طبقة واحدة according to shape of cell بناءا على شكل الخلية sequimus بتكون ثلاث انواع sequimus cabodial columnar sequimus اللي هي بتكون طبقتين geo بهاد الشكل بهاد الشكل اما cabodial بتكون بهاد الشكل بتكون كوب هداو المهمين طبعا رح ناخدهم من السلابس خلينا اكتبهم عشان ضل متزكرينهم والcolumnar cells اللي هي بتكون tall cells تكون بهذا الشكل اما stratified اللي هي بتكون طبقتين فاكتر بناء على shape of cell into tube muscle layer sequimus اللي هي بتكون keratinized or non keratinized يعني تحتوي على كيراتين او ما بتحتوي على كيراتين كبوديل والcolumnar والtransitional اللي هي بتكون موجودة بالجهاز البولي برضو بس هنا في نقطة كمان الcolumnar اللي هي بتكون ciliated or non ciliated يعني بتحتوي على اهداف وما بتحتوي على اهداف اما بالنسبة للsouth certified epithelium اللي هي بتكون طبقة واحدة لكن بيبدو انها طبقتين يعني بتكون زي مبهمة نوعا ما هي بتكون بالاصل طبقة واحدة بس ممكن تشوفها كطبقتين وهي بتكون موجودة بالRS بالrespiratory system الجهاز التنفسي طيب اول نوع اللي هو الاسمبل sequimus epithelium لو نلاحظ الاسم epithelium اللي هو نوع النسيج simple يعني one layer و sequimus اللي هو بتكون تقريبا بهذا الشكل شكل الخلايا found of a single layer of a flatten sequimus الخلايا بتكون flattened it is found in موجودة بتلات مواقع رئيسي بجسم الانسان capillaries اللي هو endothelium بتكون مبطنة للشعيرات الدموية lining of the body cavity برضو بتكون موجودة بتجاويف الجسم المختلفة مثل mesothelium lining of alveoli اللي هي الشعيرات الدموية نيمو سايتس يعني سل نيمو related with the lung اللي هي الخلايا الخلايا الرئوية الفنكشن طبعا السايتو بلازم إلها بكون ثن allows various substances to pass easily across them بيسمح بتبادل المواد بسهولة خصوصا بالاندوثيليم اللي هي الشعيرات الدموية مما يسمح بتبادل بلازمة الدم مع مكونات الفلويد الخارجية and nemocytes اللي هي الخلايا الرئوية بيسمح بتبادل الO2 والCO2 mesothelial cell also produce a lumplicated fluid اللي هو بيساعد بيئة الحماية وسهولة الحركة هون لو ناحت تحت المايكروسكوب بشكل الخلايا بتكون flat cell هاي طبقة الإبثيليم اللي هي إبثيليال تيشي هون في عندك اللامينا بريبير اللي هو الconnective تيشي بييفصل بناتهم البريزمينت مبين الكابيلاري يلي هي موجود فيها طبقة السيمبل سيكوامس إبثيليم عشان تعمل على تبادل المواد هون flat cell هون لاحظ هلا في عندنا سيمبل كابوديال إبثيليم طبعا هذا اللي هو النوع الثاني لو نلاحظ سيمبل برضو وان لاير وان لاير كابوديال اللي هي بيكون بهذا الشكل تقريبا لو نلاحظ هياتها مصطفى بجنب بعض على شكل كابوديال كيوبيكال سيل اللي هي single layer of a cubicle cell it is found in ranial tubals covering the ovary ovary اللي هو المبيض بتكوننا بتغلب المبيض والرانيال تيوبز اللي هي اللي أنا اللي هنا يببات الكلوية موجود بهدول موقعين برضو هدول مهمين جدا function covering of the organ بتغطيه للأعضاء involved in active transport اللي هي عملية النقل النشط اللي أخذناها بفلج الفصل أول اللي هي بتحتاج ل ATB لو نلاحظ هون برضو تحت simple capodial epithelium or the ranial tube هي تكون الخلايا ايش بتكون cubicle cell cubicle cell على شكل تقريبا مربع مصطفى بجنب بعضها البعض هون لو نلاحظ فيه عندنا فلويد برضو طبقة الابيثيليوم مواجهة للفلويد وهو النوع بيكون simple capodial epithelium نوع الثالث من السمبل واللي هو آخر نوع simple colonel epithelium simple colonel epithelium اللي هو يا إما بيكون siliated or non-siliated يعني بيحتوي على أهداب ما بيحتوي على أهداب siliated formed of the single layer of the tall cell لو نلاحظ هون تحت المجهر هي بتكون lung cell lung cell الخلايا طويلة مصطفى بجنب بعضها البعض هذا الجزء منها بيكون siliated اللي هو عليه أهداب أما هذا الجزء ما عليه أهداب هاللي هي هي طبقة الابيثيليوم هادا الميبران هون تحت بيكون عندي connective tissue it is found اللي هي siliated trine tubules اللي هي موجودة هون واللننسiliated بتكون most of the gastro intestinal tract function إلها مثل ما حكينا سابقا secretion as the stomach absorption اللي هي موجودة بال small intestine اللي هي إيش الأمعاء الدقيقة هون لو نلاحظ برضو اللي هي هي هياتها على شكل tall cell tall cell مصطفى بجنب بعدها البعض هاي النواة اللي موجودة بالخلية ما عليها أهداب طبعا بتكون non-siliated هون بتكون عندنا الفلويد سائل إحنا لما بدنا ندرس لا بالهستولوجي أول إشي بنطلع على الطبقة اللي فوق هون تقريبا ما في عندي إشي بيكون فلويد إذن الطبقة هاي راح تكون طبقة إبيثيليوم نوعها بيكون سيمبل كولنر إبيثيليوم هلأ راح نبدأ بالنوع التاني من المجموعة الأولى للإبيثيليوم يلي هي lining إبيثيليوم stratified sequamous إبيثيليوم كيروتنايس طيب stratified إيش يعني stratified stratified يعني متعدد يعني more than one layer سواء كان طبقتين أو ثلاث طبقات than one layer sequamous اللي هي بتكون على شكل flat cell و keratinized اللي هي بتحتوي على كيروتين اللي بتكون مهمتها الأساسية protection طيب خلينا أضحي لكم بالبداية كيف بيكون شكلها هلأ هم في عنا flat cell تحتيهم طبقة cabodial cell تحتيهم طبقة coloner cell طب أنا هلأ عندي هون ثلاث طبقات طيب كيف بدي أسمي أو كيف بدي أعرف التسمية لإلها بكل بساطة بتطلع على الطبقة الأولى الطبقة الأولى شكل الخلايا الموجود فيها بسمي بناءً على يعني هون flat cell يعني sequamous يعني وعدة طبقات يعني رح يكون الاسم عندي stratified sequamous epithelium مثلا لو كان عندي بس one layer طبقة واحدة اللي هي ايش بتكون simple sequamous epithelium بس هون عندي طبقة أولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة بتكون stratified sequamous epithelium keratinized طيب خلينا نقرأ السلايدات formed of multiple layers of cell مثل ما حكينا اللي هي عدة طبقات the top most layer is formed of sequamous cell اللي هي بتكون المكونة الطبقة العلوية the epithelium is covered by keratin non-living material طبعا حكينا بس الطبقة اللي هي بتكون تحتوي على keratin cell وايش بيميزها اللي هي بتكون ايش الطبقة الأولى اللي هي بتكون diet keratinocyte keratinocyte من كلمة keratinocyte يعني cell بتكون diet بالطبقة الأولى بينما بقية الطبقات المختلفة اللي هي بتكون ايش living keratinocyte مثل ما حكينا اللي هي الفنكشن الأساسية لهاي الطبقة اللي هي protection prevent water loss يعني بتمنع خسارة المياه خصوصا إذا كانت موجودة بالسكن اللي هي مناطق بدها حماية عالية أنا بدي أخسر خسارة المية من هاي المناطق أو خسارة المعادن مثل طبقة اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي هانا بناحق تحت المايكروسكوب مثل ما حكينا هايها الطبقة الأولى بتكون اللي هي سكوامس طلفة بسمي بناء عليها هان في عندي اللي هي الكلومنر هان في عندي تحت البيزمنت مبران حكينا بكون عندي بس ايش بتكون يعني ما بتحتوي على كيراتين طيب حكينا الكيراتين الوظيف الأساسية اللي هي زائد طيب هانا هي بتوفر لحماية بس مش شرط انه يكون تمنع خسارة المياه طيب خلينا نقرأ السلايدات طبعا ما بتحتوي على كيراتين اللي هي بتكون ملتيبل لير سكوام الصل و نت كور باي كيراتين it is found in areas that require protection مثل ما حكينا اللي هي protection حماية and water loss is not a big problem يعني بتكون موجودة بالمناطق اللي فيها ترطيب دائم مثل ايش الموت اللي هو الفم والسفاقز اللي هو المري والانالكون والفاجاينا موجودة بأربع مناطق رئيسيين مهمين جدا جدا تكونوا حافظين لأنهم بيجي عليهم بالامتحان ورح تشوفوا بالملافي اللي رح أحل معكم إن شاء الله الفنكشن اللي هي اللي هي protection زائد secretion secretion اللي هي الإفراز سواء كان بالمرئ سواء كان بالفم أو غير هم من المناطق هون مثل نشوف تحت المايكروسكوب هون في عند الإبيثيليم هون في عند الممبران هون في عند الممبران اللي هو بيفصل عن connective tissue هون طبقة الإبيثيليم اللي هي نوعها stratified sequamous إبيثيليم تتكون لأنه الطبقة الأولى اللي هي flat cell فبناء على هيك سميتها هون لو نلاحظ الطبقة التانية بتكون columnar cell هون مكون بس من طبقتين مع بعض اللي هي cabodiel والcolumnar إبيثيليم طيب لو نلاحظ اللي هي بتكون على شكل مربع تقريبا هيك تكون مصطفى بجنب بعض البعض تكون طبقة ثانية نفس الإشي أو ممكن يكون اللي هي cabodiel وتحت columnar يعني ممكن تكون هيك برضو حسب موقع النسيج وهون اللي هي columnar سي تكون على شكل مستطيل تقريبا لو نلاحظ برضو هون موجودة النواة الخليج موجودة فيها طيب number of layer عدد طبقات اللي هي هون بتكون عدد طبقات multiple هون بتكون multiple بتكون أكتر من طبقة سواء كانت طبقتين أو ثلاث طبقات top most layer هي بتكون على شكل cabodiel هون تكون على شكل colon location اللي هي موقعها salivary and sweet gland بالغدد اللي بتفرز العرق برضو بالغدد اللعبية أما هون بتكون بالconjunctive اللي هي بجفن العين طبعا الفنكشن اللي هون بتكون نفسها اللي هي protection زائد secretion اللي هي الإفراز وتوفير الحماية هون لو نلاحظ اللي هي stratified cabodiel epithelium كيف بيكون شكل خلايا بجنب بعض هالبعض بينما هون هي بتكون بهذا الشكل stratified هاد الشكل إحنا لما بدنا بنطلع عن طبقة الخارجية اللي هي بتكون مواجهة للفلويت أو للفراغ بنبلش من عندها طيب اللي هي هون هلأ في عنا الترانزيشنال epithelium أو اللي urithelium طيب the tipmost cell of this stratified epithelium are dumb like also called umbrella cell لما نلاحظ هون اللي هي بيكون شكل الطبقة اللي إلها اللي بتكون على شكل مضلة أو شكل umbrella transitional epithelium اللي هي بنسميها اللي هي umbrella cell أو dumb like found in urinary pludder yurters and renal calcces اللي هي موجودة بمكان تجمع البول اللي هي urinary pludder وال yurters اللي هي الحالب وال renal calcces اللي هي بتكون زي دوائر موجودة بتكون على الكلية طبعا هلا بيكون عندي حالتين لل transition المتين يأما لما بتكون عندنا المكان تجمع البول يأما بيكون امتي بتكون على شكل الدم shape هاي النوع الأول أما النوع الثاني لما تكون الممتلي أفل بيكون شكل الخلايا flatten يعني بيكون عندي تحول من الدم shape لل flatten هون بصير عندي transition بسبب أن سواء كان dumb shape when the bludder is empty سواء كانت ممترئة أو فارغة حسب حالتها الfunction اللي هي protection against adverse effect طبعا أنا هلأ تقرحات المثانة تكون سبب الأنسجة المكونة لطبقة الأبيثيليوم فأنا لما أوفر عندي اللي هي لما تكون عندي موجود التransitional epithelium بتوفر ضد تقرحات اللي بتكون موجودة بال uran هون لو نلاحظ اللي هي empty بتكون على شكل الدم shape هون لما تكون اللي هي fold بتكون على شكل flatten cell تحت المجهر هون نيجي اللي هي اللي بتكون pseudo stratified epithelium pseudo يعني false pseudo stratified epithelium طبعا هاي بتكون مبهمة ولكن أنا لما يجيني سؤال بالامتحان عليها أول إشي بتطلع على القاعدة لو نطلع على القاعدة أنا هون بميز هون بميزها لأنه في أشيائين ولكن لو نطلع على القاعدة بتكون بس كل واحدة بتكون يعني من نفس القاعدة كلياتهم بيكون نقرأ السلايدات اللي هي بتكون مبهمة نوعا ما أنا بفكرها طبقتل لكن هي بالأساس تكون طبقة واحدة in this epithelium this cell have the different high بيكون لها ارتفاع مختلف مثلا لو لاحظ هون ارتفاع مختلف هاي ارتفاع بيختلف عن اللي بجنبها وهكذا all cell rest on the same basal lamina اللي هي بتكون مستند على نفس القاعدة but not all of them reach to the surface مو كلهم بيوصلوا للسطح يعني لو لاحظ هاي ارتفاع بيختلف عن هاي كل واحد لها طول مخصص لها بكونوا مختلفين بالطول بكونوا من same the basal lamina reach to the surface مو كلهم بيصلوا للسطح this make the nucleo by different level giving the epithelium full stratified appearance بيعطيها مظهر مختلف ومبهم نوعا ما طيب هاي مهم جدا اماكن تواجدها اللي هي بتكون respiratory epithelium is sylthus retified columnar celiated يعني بيحتوي على الاهداب طبعا اهداب عشان تشيل العوائق اللي بتكون بين القصبات epithelium found in the trotia prontia and nasal cavity اللي هو التجويف الامفية هدول التلات اماكن تواجدها طبعا مهمين جدا الحفظ وبرضو راح تشوف بملف الاسئلية اللي راح احله معكم function اللي هي الوظيفة اللي هي اللي حكنا protection and secretion افراز وحماية movement remove particle from the airway passage اللي هي بتشلي الجزئات من المجرى التنفسي هون لو نلاحظ اللي هي برضو هون في عندي اشياء مبهمة مو كلهم واصلين للسطح اللي هم اطوال المختلفة اللي هي شو بتكون pseudo stratified epithelium هون في عند البازل سل هون في عند ال pacement membrane اللي بيفصل ل ال connective tissue هون في عندك برضو السيلي اللي هي زي ما بتكون موجود بال respirator system عشان تشيل الجزئات اللي عالقة فيها هون برضو ميكروسكوب هون في عند السيليا وهون برضو اللي هي هايها هون في عندك لو تلاحظ هون اشياء واصلة للسطح هون في عندك اشياء مواصلة للسطح بس كليات هم بيكون على نفس الميكروسكوب مستندين عليه طبعا احنا حكينا انه في مجموعتين لل epithelium اللي هي lining epithelium اللي هي مسؤولة عننا وفي عنا glandular epithelium اللي هي الوظيفة الاساسية الليها specialized in secretion خاصة بالافرازات classification of glandular epithelium طبعا بيكون بناء على اربع تصنيفات اساسية according to the number of cell according to the presence of duct اللي هي بناء على وجود القنوات او بيكون بناء على المورفولوجي والتصنيف الرابع بيكون method of secretion بناء على method of secretion خلينا نبدأ بالنوع الاول اللي هو according to the number of cell بناء على عدد الخلايا بكل بساطية اما بتكون unicellular او بتكون multicellular unicellular من اسمها بتتكون من single cell مثل الخلايا الموجودة بالdigestive and respiratory يعني بالخلايا الموجودة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اما multicellular gland form اللي هي off cells بتكون من تجمع من الخلايا مثل الخلايا الموجودة بالساليفري and sweet gland الغداد المفرزة للعرق او للعاب according to the presence of duct اللي هي بناء على وجود القنوات طبعا الجوهر الاساسي بين هذول النوعين في عنا نوعين exocrine و endocrine exocrine بتحتوي على duct اما بالنسبة endocrine lack a duct تفتقر الى وجود الدك طيب ايش وظيفة الدك اما انا في عند exocrine ايش يعني exocrine يعني نقل الافرازات من داخل الجسم الى خارج الجسم بناء على وجود الدك exocrine gland that transfer the secretion to the outside of the body like salivary gland مثل غدد العبي الموجودة بالفم بتمنقلها من داخل الجسم الى خارج الجسم او الى الفم بالتحديد بناء على وجود الدك اما بالنسبة لل endocrine gland they lack their secretion are transferred to the target organ usually by blood طبعا بتمنقل هاي الافرازات للعضو اللي بدي ها بتضبط عن طريق الدم like pancreatic isolate اللي هي بتفرز عادة بتكون بتفرز الهرمونات بشكل عام وبرضو في عندي putatory gland اللي هي الغد النخامي اللي بتفرز الADH هرمون الADH اما بالنسبة عندي لل exocrine glide classified according to morphology of the duct and secretory portion secretory portion طيب انا هون هلا بالتحديد بدي اخذ according to the presence of duct اللي هي ايش ال-exocrine gland classified according ال-exocrine هاي خاصة بال-exocrine مش ال-endocrine ال-exocrine اللي هي according to the morphology of the duct بناء على شكل duct and secretory portion طب هون لو لاحظ في عندي duct وفي عندي اللي هي secretory portion ال-asenius ال-asenius اللي هي شكل من اشكال ال-secretory portion اللي هي بتكون تقريبا على شكل كرة اللي هي secretory portion طبعا secretory portion that produce the secretion هي المسؤولة عن انتاج الافرازات هون في عندي موجود فيها vessels اللي هي تعمل على حمل الافرازات اللي بتنتيجها ل-secretory portion وفي عندي ال-duct اللي هي conducting portion and duct that carries the secretion أنا في عندي ال-duct اللي هي وظيفتها اللي هي carry the secretion طبعا هاي مهم جدا جدا نركز عليها ونفرق بين secretory portion وال-conducting portion من ناحية الوظيفة من ناحية الوظيفة طيب هون خليني اشرح لكم ياها بشكل مبسط حكينا في عننا duct وفي عننا secretory portion duct اللي هي اللي بتحمل الافرازات اما في عندي the secretory portion produce the secretion اللي هي ايش بتنتيج الافرازات طبعا انا هلأ duct عندي بتكون يا اما بتكون unpranch لو كانت unpranch بسميها simple لو كانت branch ايش بسميها compound طب خلينا ننزل هون هاي من هون لو لاحظ عندي هاي من هون اللي هون بسميها duct ومن هون هاي كاملة بسميها secretory portion طيب duct اذا كانت unpranch ايش بسميها simple هاي لو نلاحظ هون كاتب لي simple ليش لأنها غير متفرعة بينو هون لو نلاحظ duct عندي عدة تفرعات هاي هون duct وهون duct ايش بسميها compound 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 not simple بتكون يعني duct مثل ما حكينا اللي هي يا إما بتكون unpranched يا إما بتكون branched unplugged بتكون simple والpranched بتكون compound طيب secretory portion طيب برضو secretory portion يا إما بتكون branched أو بتكون unpranched طيب لو كانت unpranched ايش بسميها unpranched لو كانت branch اذا كانت متفرعة ايش بسميها branched هون لو نلاحظ مثلا هاي في عندي هون Secretory Portion بتكون على شكل لها طبعا بيكون لها عدة أشكال خلينا ندرسهم أول بعدين نرجع نشوف الأشكال Secretory Portion لها يأما بتكون على شكل Tube Like أو بتكون Coiled Tube Like اللي هي تقريبا يعني اش تكون على شكل Tube أما Colloid Like اللي هي بتكون تقريبا على شكل الأسطوانة أو على شكل الدودة أو ممكن تكون برضه اللي هي Pull Like ايش بنسميها الأسينار الأسينار اللي هي بتكون تقريبا على شكل الكرة برضه ممكن تكون يعني هون صار في عندي نوع نوعين ونوع الثالث وبده في عندي إيش تيوب تيوب الأسينار تيوب الأسينار اللي هي بتكون دمج بين شكل تيوب ودمج بين شكل الأسينار بتكون بين النوعين خلينا ننزل على الأشكال نشوفهم بشكل أوضح هون في عندنا دكت هون في عندنا إيش Secretory Portion هون أنا في عندي الدكت غير متفرعة إيش بسميها Simple هون أنا في عندش Secretory Portion طبعا مو ضروري أكتبها مش ضروري أكتبها أما لما تكون برانشت لازم أكتبها هون في عندي Unpranched ما بكتبها خلص بكتب النوع Direct اللي هي على شكل تيوب هون برضه على إيش بتكون على شكل تيوب طبعا أنا أول إشي هون بدكر اسم الدكت اللي هو بيكون Simple بعدين Secretory Portion حالة يما بتكون برانشت أو Unpranched Unpranched مو ضروري أكتبها بعدين شكل العام اللي هون على شكل تيوب طيب أول إشي زي ما حكينا اللي هو الدكت هون شو بيكون الدكت لو ناحد هيا غير متفرع بيكون Simple طيب Coiled تيوبولر اللي هي بتكون تقريبا بين النعين اللي هي Cold تيوبولر وبرضه بتكون إيش Unpranched غير متفرعة ما كتبناها هون برضه هون اللي هي Simple لأنه الدكت غير متفرعة أسينار اللي هي على شكل الكرة هون برضه Simple Pranched أسينار لاحظ هون لأنها branch أنا كتبت كلمة branch أشينار اللي هي إيش على شكل كرة بات هون الدكت عندي غير متفرعة هون اللي هي عندي الدكت متفرعة عشان هيك بكتب compound مش مش branched compound اللي branched بتكون على شكل تيوب اللي هي شكل عمل هون على شكل الأسينار وهون على شكل تيوبولر أسينار هي بتكون أنا في عندنا اللي هي compound لأنه الدكت بتكون ايش متفرعة التصنيف الرابع هو exocrine glands classified according to the method of secretion طبعا exocrine ايش حكينا half الدكت half الدكت والإفرازات رح تكون رح تطلع لبرة الجسم وهذا بتم عن طريق three method رئيسي of secretion المثود الأول اللي هو الميروكراين أو الابوكراين أو الهولوكراين طيب الميروكراين اللي هو عن طريق عملية بنسميها الاكزوسايتوسيس اللي هي عملية بتستهلك ATP مثل ما بيصير عنا ب salivary gland طبعا اللي هي الاكزوكراين اللي هي عملية بتلخراج الخلوي مثل ما حكينا بتستهلك ATP بتقوم الخليج بتوجيه محتويات الحويصلة الإفرازية إلى خارج الجسم بالنسبة للأبوكراين اللي هي مثل ما بتكون بالمامري gland أو السويت gland هاي إضافية طبعا بتعمل الخلايا الغدد على تكويم الإفرازات على السطح بعدها ستضغط على بعض البعض لحتى تخرج هاي الإفرازات لبرا الجسم أما بالنسبة للهولوكراين the whole cell distinguates and it is should with the secretion as the spocusing gland of the skin طبعا مثل ما بصير عنا بخلايا الجلد اللي هي نفسها بتكون تطلع الخلايا مع الإفرازات الميروكراين gland are either cirrus أو الميوكس رح نحكي عنها بالمحاضرة الجاي إن شاء الله بالتفصيل هاي الرسمي برضو بتوضح لي هون اللي هي الميروكراين اللي هي الميروكراين اللي هي متل ما بتكون بالساليفري gland ولا الهولوكراين ونلاحظ اللي هي بتكون بخلايا الجلد اللي هي هون مثل ما بنلاحظ لو نلاحظ هون في عنا خلايا الجلد وبرضو في عنا الإفرازات نفسها برضو في عنا الأبوكراين gland اللي هي بتكون موجودة بالسويت gland أو الماموري gland هيك إن شاء الله بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا لليوم المحاضرة الأولى أو الجزء الأول من الإبيثيليا تشيو رح أهل أشحلكم بمحاضرتين أو ثلاث محاضرات على الأكتر نهاية هذا الشابتر إن شاء الله رح أحل أثناء آخر محاضرة ملف السنوات لحتى تختبروا معلوماتكم وتشوفوا كيف نمط الأسئلة بيجي على هذا الشابتر يعطيكم ألف عافية وأي حدا عنده ملاحظة أو أي استفسار يتواصل معي إن شاء الله بفيدكم على قدر الإمكان ويعطيكم ألف عافية